وياكم الله من جديد ومتواصلين وياكم قبل أن نبدأ طبعا حلقتنا باسمي وباسم زميلتي بوهيثة واسم أكيد البرنامج ومؤسسة الشارقة للإعلام نبارك لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الله يحفظه بأن مجموعة ITP منحت سموها جائزة الشخصية الأكثر إلهاما في دولة الإمارات لعام 2013 كل التوفيق لسمو الشيخة وإن شاء الله إلى جوائز أخرى وإلى أكيد نجاحات أخرى كل التوفيق لها وألف مبروك بالتأكيد ألف مبروك لها ولنا أيضا بهذه الشخصية أكيد مشاهدين بنبتدي وياكم حلقتنا اليوم وطبعا ويا الفعاليات والأنشطة الجميلة الموجودة في إمارة الشارقة أحمد صحيح الفعاليات تتواصل طبعا هي فعاليات مختلفة ومتنوعة في إماراتنا الباسمة الشارقة غدا بإذن الله بينطلق مهرجان الشارقة المائي لبتنظمة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للعام السابع على التوالي أكيد أحمد إمارة الشارقة على موعد سنوي مع هذا الحدث السياحي المتميز هذا الحدث الترفيهي الأكبر في الإمارة في كل عام وهذا العام يطل المهرجان بحلة جديدة بأجواء من الفرح والترفيه كما عودنا في كل عام من الغد وحتى الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري نحن على موعد مع مهرجان الشارقة المائي في حديقة المجاز واجهة المجاز وبحيرة خالد ما هو جديد هذا العام وما هي أهم الفعاليات والأنشطة؟ هذا اللي بيكلمنا عنه الأستاذ طارق النذبي مدير إدارة الإعلام بهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة حياك الله يا مرحبا شيف حالك؟ الحمد لله خير انت قبل الهوة طبعا سماعت كل ما شاء الله عليكم عطيتم مقدمة وافية عن المهرجان بول عمرك لا لا هذا أول شيء نبأ شيء لكسكلوزك مثل ما يقولون والحصري لنا شو جديدكم هذا العام؟ إن شاء الله طبعا نشكركم على الاستضافة الطيبة وما شاء الله عليكم عودتونا على تغطية هذا المهرجان منذ انطلاقته في حقيقة من العام 2008 دوحر وإلى هذا اليوم طبعا هي تجاري والسياحي بالشارقة تحرص على إضافة الجديد في كل عام لهذا المهرجان هناك فعاليات مختلفة هذا العام جديدة نحاول من خلال هذه الفعاليات إلى استقطاب مختلف العمار والعوائل سواء من مواطني الدولة أو المقيمين أو حتى الزوار والسياح إلى الإمارة الشارقة صحيح اليوم مثل هذا المهرجان يحتاج لترويج كيف اليوم يتم الترويج لهذا المهرجان وكيف أيضا يتم الترويج للإمارة نفسها كموقع جذب سياحي يعني اليوم كيف تروجون لمثل هذا المهرجان دورنا نحن في هيئة الإمارات تجارية والسياحية بالشارقة هو الترويج لإمارات الشارقة بكافة مقاوماتها السياحية والحقيقة اليوم باتت الإمارة تستقطب اهتمام ليس فقط محلي ولا أقليمي بل دولي صحيح وهذا بفضل طبعا التوجيهات وراء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله وراءه في دعم قطاع السياحة والترويج والدليل على ذلك هو حصول الإمارة على العديد من الألقاب سواء عاصمة الثقابة الإسلامية وعاصمة السياحة العربية حمد قبل ونحن بدورنا نحاول نروج لهذه الإمارة والفعالياتها في الحقيقة نحن في مرجان الشارقة المائي نروج له خلال حملاتنا الترويجية في المعارضة الدولية وفي المحافظة الدولية بالإضافة إلى مشاركاتنا سواء كانت المحلية أيضا أو الخارجية هناك كذلك وسائل الاتصال الاجتماعي صحيح تويتر طبعا تويتر لدينا الكثير من المتابعين في تويتر نحاول نطلعهم على جديد مهرجان الشارقة المائي نعم بالإضافة إلى هناك موقع خاص للمهرجان الشارقة المائي SWF.ae SWF.ae نعم هذا في كل التفاصيل كل الفعاليات توقيت الفعاليات وتوقيت المهرجان وإن شاء الله نكون نوصل فكرة وافية لكافة الزوار عن المهرجان وفكرة المهرجان لأطفال أخبارهم وياكم SWF.ae طبعا هذا اهتمام SWF.ae حظهم كبير في هذا المهرجان للأطفال SWF.ae SWF.ae يمات الشارقة بشكل عام تحضي العوائل اهتمام خاص SWF.ae ونحن بدورنا أيضا نركز على استقطاب مختلف الأعمار SWF.ae SWF.ae سواء الأطفال مختلف في السنة هم ممكن أن أقل عن ست سنوات أو أكبر في هذا العام حرصنا على أن تكون منطقة المهرجان اللي هي حريقة المجاز مقسمة إلى ثراث أقسى SWF.ae SWF.ae حيث أحدث في قسم الأطفال والالعاب التي تتناسب مع ست سنوات وأقل منطقة الثانية منطقة المرح يتناسب مع الفئة الأكبر من ست سنوات بالإضافة إلى منطقة المغامرات للشباب لذلك نحاول أن نجمع العائلة في مهرجان شارقة الماي جميل من ضمن الفعاليات الموجودة هذا العام يمكن الحلب الجليدية هذه طبعا الأولى على مستوى الإمارات أو الأولى من نوعها على مستوى الإمارات تكلمنا عنها بشكل أكبر طبعا مهرجان الشرق الماء خلال هذا العام فيه العديد من فاتح فيها حوالي أكثر من 20 فعالية متنوعة الحلب الجليدية هذه فكرة هذا العام أن يكون مساحة جليدية زوار المهرجان الأطفال في المهرجان يستمتع في هذه هي جليد صناعي لكن فكرة أن يكون يستقطب الأطفال تزلج يعني؟ تزلج نعم فكرة تزلج تزلج صناعي يستقطب الأطفال والزوار طبعا بإشراف من السكراتي موجود طبيعي لأن تعرف شوية ممكن إذا ما كان فيه إشراف تكون فيه حوالي نعم هي منطقة مفتوحة لكن إن شاء الله كل شيء موفر فيها من الأمن السلام طيب نحن بنشوف بعض اللقطات من المهرجان العام الفائت وبنتابعوا إياكم برد إن شاء الله ألونا تابعا موسيقى 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 حياكم الله من جديد متواصلين وياكم ولا زال طبعا حديثنا عن مهرجان الشارقة المائي أقول ولا ما أقول حياك الله اعتذر الجميع عم ينقف شخصية وانا يالس من الصبح اسمها موج وانا أقول اسمها قطورة شخصية موج شخصية مهرجان الشارقة المائي هذه هي التميمة الخاصة بمهرجان الشارقة المائي نعم نعم نطلاق من مهرجان الشارقة المائي من 7 سنوات فهذه شخصية مهرجان قمنا بترويج لهذه الشخصية خلال زيارات للمدارس زيارة لمواقع الترفيهية مثل القصبة مراكز التسوق أيضا كذلك في مجلات خاصة في مجلة موج للأطفال في بعض الزارات خاصة بهذه الشخصية الشجرة الناطقة عندهم بهذه السنة صحيح يعني نريد أن نعرف شو الشجرة الناطقة للأطفال هذه أيضا فعالية جديدة السنة هذه هي فكرتها أن تكون الشجرة تعطي بعض النصائح والتعليمات والدروس للأطفال لزوار المهرجان بحيث الاهتمام بالنباتات والشجرة وما إلى ذلك من النصائح والشهادات هذه فعالية أيضا جديدة موجودة في منطقة الأطفال في حريقة المجاز في منطقة الأطفال بالذات جميل جميل طيب يوم 12 و13 من هذا الشهر تنطلق طبعا على ضفاف بحيرة خالد بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا ون وجائزة الشارق الكبرى كلمنا عنها أكثر وعن استعدادكم لها طبعا بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا ون تستضيفها إمارة الشارقة منذ العام 2000 هذا العام من 14 على التوالي وهي الجولة الختامية لبطولة العالم البطل العالم يتوج في مرشان عندنا هنا ويكونت إن شاء الله برعاية وحضورها صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد وناب حكم الشارقة وهذه الفعالية طبعا نحن صعي على تقديم فيها أفضل تنظيم على المستوى العالمي شوف لقطاتها الحين منها نعم هذه لقطات من العام الماضي نعم شاء برس فعالياتها هذا العام؟ إن شاء الله طبعا يوم الخميس بيكون فيه سباق كسر الكيلو ويوم الجمعة إن شاء الله ساعة أربع العصر بيكون الجولة الختامية ساعة أربع عصر إن شاء الله طارق الحين دولة الإمارات خصوصا هذه الفترة بالذات يعني كثير من الأوسمة أخذتها عندك نبدأ بأكسبو مرورا باختيار الشارقة بعاصمة الثقافة الإسلامية البحرجانات الجهود الموجودة كانت على مستوى دولة الإمارات أو حتى بشكل خاص على مستوى الشارقة شروق أو هيئة الإنماء السياحي شو اللي تبغي بالضبط ولوين تبه توصل من خلال تنظيمها لهالنوع من المهرجانات ونبادرات خصوصا إن نحن دولة الإمارات والشارقة على وجه التحديد أصبحنا في أول القائمة على خارطة المواقع السياحية بشكل عالمي الجهود مثلا ما ذكرت أخوي الجهود كلها بشكل عام تتكاتف مع بعض لترويج اسم الشارقة صحيح اليوم نحن نسافر في بعض المعارض الناس عارفة شو الشارقة شو اهتمامات الشارقة سواء كانت الثقافية العالية حتى عندهم معلومات عن المدينة الجامعية صحيح يعني ما شاء الله صيد الإمارات الشارقة وصل عالميا بشكل كبير نعم مثل هذه الفعاليات مثل بطوط العالم من سبق الزوارق السريعة تنقلها قنوات إعلامية مئات القنوات نعم إذا ما كانت ألاف بالضبط سواء القناة الإيطالية موجودة روسية نحن بدورنا كذلك استقطبنا وسائل الإعلام وموثلين إعلاميين من دوليين من خارج الدولة نعم هذا بشكل عام يساهم على الترويج الإمار الشارقة وإبراز المقاومات التي تحتضنها هذه الإمارة هذا طبيعي الآن أنت تشهدون الدورة رقم كم هذه بالنسبة للدورة أربعة عشر سنة نعم يعني مثل ما يقولون وقت التجربة عدى وفات من سنين ومنين حتى الاتحاد الدول للغيالات البحرية عندها ثقة كبيرة بما نقدمها من خدمات ومن تسهيلات لإقامة هذه البطولة نعم ونلن فيها كذا لقب في التنظيم العالم صحيح جميل طيب خلال الفترة القادمة اللي حاب أنه يستمتع بهذه الأجواء وبهذا المهرجان لو تطلعنا سريعا على جدول المهرجان يعني بشكل سريع أخاف أنت رتبين الجدول صحيح مثل ما ذكرت أن الجدول فيه أكثر من عشرين فعالية في حقيقة المجاز في يوم الخامسة والجمعة طبعا بطوط العالم سبقى الزوارق السريعة نعم فعالية المهرجان مستمر من الساعة أربع عصرا وحتى متصف الليل نعم من أربع لنصف الليل نعم وعيد إن شاء الله نحاول في هذه الفترة اللي إن شاء الله بتكون سبق القادم فترة إجازات المدارس أن نستقطب الأطفال يستمتعون في هذا المهرجان الفعالية كلها إذا نذكرها تقريبا عشرين فعاليات أتمنى أن ندعو الجمهوري لزيارة موقع المهرجان SWF.ae للإطلاع على تفاصيل هذه الفعاليات طبعا من أبرز الفعاليات أيضا عروض الغطس عروض الغطس من ارتفاع 25 متر تقريبا عروض جميلة جدا عروض الغطس من ارتفاع 25 متر نعم تقريبا من 25 متر هذه عروضة تقام يوميا ثلاث مرات هي من أبرز تقريبا العروض التي ننظمها في حريقة المجاز فندعو الناس إلى القدوم وإلى استمتاع في هذه العروض يعني غطس بحركاتك رباتية يعني هنا نعم من ارتفاع 25 متر ويكون في أحواض خاصة بهم بلا شك وين هذه مكانها بيكون في حريقة المجاز كل الفعاليات تقريبا في حريقة المجاز معادة بطولة الأعلى ومسبقات الزوارق سريعة على بحيرة خالق والدعوة والدعوة مفتوحة طبعا تذاكرة الدخول 10 درهم وللأطفال مجانة ونحن عشدهم عشرة درهم شو بتختار من الفعاليات أحمد أنا والله باخد مخرجنا بروح نطالع الغطس وتجرب الغطس حلو وتجرب الغطس من ارتفاع 25 متر وتقفز الحين نو يقفز أنا لا قفز ولا الناس يقفزون لا في فريق طبعا واللي يبغي يرب نحن أريد أن تجرب والله زين زين وعد فعشر درهم وخمسة أشيبتهم بس عني ستوين لك شي لا ما أدري عندي اقتراح يعني مع السامحني ماذا يمسويين الأحواض أو الملاعب الخاصة هذة اللي يكون فيها الفوم أو الصابون ماذا يمسويين هالسنة لا لا هذا ما سويتم لا في مثلا ما ذكرت الأخت الجليد هذة الفكرة اللي يكون فيها التزلج نعم لكن بس فقط هذا يعني لا في عروض طبعا مثل ما ذكرنا عروض مختلفة في مسرح خاص يقدم عروض عن الماء وعن الحفاظ على المياه وهذه ضرورية هذه الأشياء نعم جميل طيب اليوم الأماكن اللي فيها هذه الفعاليات اليوم يعني ما شاء الله اليوم أصبحت الشارقة وجهة للجميع يعني للترفيه وللاستفادة أيضا خبرنا عن تنظيمكم يعني يمكن حتى اللي يشوف التنظيم يلاحظ أنه فيه تنظيم مرتب حتى للجموع اللي بتكون موجودة أو الأعداد اللي بتكون موجودة وخاصة هالأيام الجو حلو والكل يبقى يطلع وبيستمتع بهذه الفعاليات خبرنا شوي عن هذا التنظيم طبعا الهيئة برئاسة سعادة محمد علي النومان رئيس الهيئة تولي اهتمام خاصة في الزوار المهرجان وزوار فعالياتها صحيح ونشكر بالحقيقة تعاون كبير مع مختلف الدوار الحكومية في الإمارة نعم في الحقيقة مساهمين بشكل كبير سواء الأخوان في بلدية الشارقة وفرون المواقف بجانب الحديقة مجانية 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 نعم الأخوان في القيادة عامة شرطة الشارقة مساعدين بشكل كبير في تنظيم حركة السير وبالإضافة الدوار المختلفة إذا بدنا نذكرهم طبعا كثيرين وايدي نعم نعم في الإمارة فنشكرهم صراحة مكان المهرجان السنة أكبر عبد الله نفس المكان نفس المكان العام الماضي لكن في أذكر العام أيضا كانت في مشاركات وائد من دوائر محلية وكان هناك أيضا في مثل كيف أقول لك مثل تجارب لشرطة الشارقة في الإسعاف أو في التجاوب ما أدري كان في العام الماضي كان في مشاركة من الدفاع المدني من الدفاع المدني نعم كانوا موجودين هم بلا شك يكونوا موجودين السنة هاي طبعا للحفاظ على المنطقة لأنه وايد لاقة اهتمام للعام صحيح هم بدورهم طبعا يقدموا توعيات للجمهور لزوار المكان بدور الدفاع المدني بالإضافة إلى الشارقة صديقة الإمارة صديقة للبيئة مقدمين بعض المعلومات للزوار المرجع كم تتوقع يكون تقريبا في زوار والله دائما نستقطع عشرة الآلاف نتوقع بشكل يومي يقارب ثمانتالاف عشرة الآف زعر للمقالم نتمنى بس عاد على الزحم الله يعيننا على الزحم إن شاء الله نتمنى نحن الزحم والله مرأي لو الناس تيب سياك الأخير يا ريال لا بس ما شاء الله لأن المكان نوعا ما فعلا مريح لا لا المكان توفر عموما نتمنى لكم كل التوفيق نتمنى ملجمي أن يزور هذا المهرجان وأكيد نحن أول ناص بيزور هذا المهرجان طارق وإن شاء الله تدخلنا ببلاشنوب شكرا لك طارق النقبي مدير إدارة الإعلام بهية الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة شكرا جزيلا لك إذن مشاهدينا فاصل قصير وراجعين ترجمة نانسي قنقر